ازايكم تباين في قناة عبدالفجيك عاملين حشتوني جدا معلش والله يبقى لي فترة ما بنزلش الفيديوهات طبعا انا قبل ما بحضر الشغل الجديد وكلاب الجديد انت بجيلي النهاردة السلسلة المحببة لقلبي ولقلوبكم جميعا سلسلة بها نوع محدد الجزء السابع في الفيديو بتاع النهاردة معنا شوية كلاب امريكان بيتبول تيرير وشوية بولي خفيف كده حاجات طوب للناس اللي بتحب البيتبول والبولي هتلاقي حاجات هتعجبك النهاردة ما تنسوش تشيركو في القناة وتفعلو زر الجرس ولو القناة وصلت الف مشترك احضراتي ما شاء الله عدنا الخمسمائة مشترك لو عدينا الالف مشترك فيه مفاجهة كبيرة اول حاجة معنا دول نتيتين بولي ما شاء الله المكان تشوبرا الخيمة السعر 1600 جنيه للتواصل طبعا مستوى حلو البولي بيبقى غالي جامد بس صورة القب موجودة تتأكد من الصور للجوازة وصورة الام وتشوف الكلام ده كل الالوان بتاعت الجراوي حلوة مش وحشة بس طبعا خليبعت لك فيديوهات للجراوي وتروح تشوفها الطبيعي يبقى احسن واحسن كلاب بولي نتيتين ما فيش دكورة للأسف الخلفة كلها تباعد معا ده اخر نتيتين هم دول اللي هيتعرضوا بس سعر البنوتة الواحدة 1600 جنيه واكيد اكيد لو خدت الاتنين مع بعض هيتزبط لك السعر هتاخد حاجة محترمة دواطي الاب حاجة ما شاء الله جمجة محترمة مش الكلاب اللي فيش دون كتير ده اللي حاجة معنا دي نتيتين يا بيت بول ما شاء الله حاجة محترمة جدا دي تسع شهور 1500 جنيه حاجة كويسة 1500 جنيه وبنوتة لسة زائرة المكان مدينة السادات رقم صحبة على الشاشة كلبة مستوى كويس عالية دي امريكا بيت بول تاريار باينة جدا شكلها مقبول طبعا مفيش فيديو فده معناه ان انت اللازم تروح تشوفها على الطبيعة او يصور لك فيديو بالنهار بشكل كويس باين عشان تعرف اذا كانت الكلبة دي بتعاني من اي مرض ولا كلبة صحية طبعا مهما كان العلاقة اللي بيني وبين صاحب الكلب اللي بعيته لي لازم اقول اللي بيعمل علي ضميري لازم تاخد كل احتياطاتك انت بتستفيد وهتفيد صاحب الكلبة فلو الكلبة ممتازة وعجبتك توقع على الله وخلاص ادفع فلوسك لو الكلبة مفيش عيب لو فيها عيب انا مش هعرضها او انا مش هقول لك فيها مشكلة بس طبعا اتطمن على حاجتك وتطمن على الحاجة اللي تدفع فلوسك لان الفلوس دي انت اكيد جايبة بتاعبك وشائك الكلبة دي كويسة جدا سعرها 1500 جنيه حاجة حلوة جدا ده دكر بيت بول ما شاء الله للجواز فقط حاجة كده من الحاجة المرعبة حاجة ضخمة حاجة زي ما بقولوا هي بيعني ما لسه الجوازة كام ولا جراء بس اللي هو بمقابل مادي او جراء عادي كلب مستوى محترم الجمجمة جمجمة ضخمة للناس اللي بتحب الجماجم وكمان وفي تصورة دي مبين لنا حجم الجمجمة كلب محترم يعني لو بنقيم الكلاب عن وجه النظر انا ندى الكلب تق 9 من 10 الكلب تحفة تحفة ماشاء الله ربنا يبارك لتصحبه فيه واللي هيجوز من الدكر ده اكيد هيكسب هكيده جراوي بازن الله تحفة اه فلو انت عجبك اه الدكر دوت تكلم تصحبه على رقمه على شاشة حاجة يعني زي ما بقولوا طب الطب فربنا يبارك اه للجميع يعني فانه هو كلب كويس يعني دي جراوي دول اخر جراوين برضو عمر واحد وتلاتين يوم اه سعر الجارو 1500 جنيه رقم صاحب الجراوي على الشاشة هي حاجة مش باينة قوي بردك بسبب ان هي حاجة ما زاير طبعا ما بعديش سور الاهالي فانت لازم تتأكد من حوار الاهالي وتشوف سور الاهالي ويستحسن كملها على الطبيعة بحاجة اجمد واجمد مئة مرة فهم عشان واحد وتلاتين يوم فدي عمر حاليا دولتي ممكن يكون خمسة وتلاتين ستة وتلاتين يوم اه لكن هما برضك عمرهم صغير جدا لازم تشوف شكل الاهالي علشان تعرف تقيم وتختار الكلب هل تعرف ان هو يستحق السير ده لا لكن انا ما شفتش الاهالي الجروب امرها صغير جدا واي كلب في الدنيا هو جروه صغير بالعمر دوت مش بيبين مستوى الجرو لازم تتأكد وتشوف شكل الاهالي علشان تعرف تقيم الجرو من كامل عشرة وتاعف تختار هلو يناسبوا السعر دوت ولا ما نناسبوهش فلو انت عايز تختار كلم صاحبك شو في الدنيا في اي دي حاجة بقى لمشروع بطل ومشروع انتاج ناجح بإذن الله دين تايا ومشاء الله بيتبل ست شهور ريد نوز المكان الاسكندرية العجمي سعرها كام 1200 جنيه كلبه طحفة لونها البون اللي هو الكافي اللي هو زي الكابتشين والحاجات ديت كلبه جميلة جدا مشاء الله مستوىها من وجه النظر طحفة الطب طب 1200 جنيه يعني يعتبر رخيصة بالنسبة كل كل اللي احنا كنا وعملها انه قبل كده كلبه كويسة جدا ما شاء الله تصلح للإنتاج كلبه ديت ايه انت لو زبطت أكلها ورهادتها لمدة ست او تمن شهور جايين هتزبط الكلبه هتزبط كل حاجة في الكلبه ديت هتلاقي الكلبه دي تزبطت شكلها معاك صحيح طبعا ات ممتازة تصلح للإنتاج هتجيب له الجرابي وحوش لو اخترت الدكر السليم فكلبة كويسة جدا سعرها 1200 جنيه حاجة طب طب لونها تشوكلت يعني او تشوكلت الفاتح لو الكلام ده كله مش بيحبوا الناس يعني ف لو انت عاوز كلبة بيتبول يتقال عليها بيتبول محترم وبيتبول نضيف يبقى انت لازم لازم اختار الكلبة دي كلبة ما شاء الله عندها 100 يوم اه سعرها 1500 جنيه المكان مركز الشرابين اه رقم صاحبة على الشاشة كلبة كويسة لون بتاعها اللون الرماضي في الابيض ده لون من اقدم الالوان اللي في الامريكان بيتبول يعني من كل ما كنت انا مثلا ما شوف اي صور الامريكان بيتبول كنت بلاقي لون الرماضي في الابيض ده فانا بعز اللون ده جدا ما فيه صور اهالي لازم تتأكد اه لان الجرواية عادة تلات شهور تشوف الاهالي برضو اه الاهالي هتثبت لك هل الجمجمة هتفتح بشكل دوت جسمها هيتول اي بشكل دوت ايا كان بس لازم تتطمن على صور الاهالي ويستحسن كمان لو انت روحت وعينت عالطبيعة وشوفت الاهالي كمان على الطبيعة هتستفد وهيكون كل حاجة معاك فداية الصورة دي كويسة جدا ميبينة كل تفاصيل الكلبة كويسة بس برضا خد احتياتك وشوف صور للاهالي علشان تعرف اه الدنيا فيها ايه يعني والكلب دي فهي الكلبة لو عجبتك اه يبقى اتكلم اه صاحب الجروية وشوف الدنيا وشوف سعرها تزبط في السعر تشوف الاهالي يبقى يعملك الكلام ده كله فهي لو عجبتك يعني يتكلم صاحبه اه دي جروي ما شاء الله بنات مستوى عالي اه سعر البنوتة الوحدة الف جنيه فيه انتية جولد اللي ديت وانتية تانية لونها سيلفر او الرمادي اه جريي ولا ايه سيلفر ايه ايه جريي على سيلفر فكلاب حلوة جدا ومزيد البنوتة الجولد دي التحفة ما شاء الله وسعرها لقطة جدا الف جنيه يعني مش فلوس بالنسبة للمستويات والعصوار اللي حم نسمعها في الزمن ده الف جنيه على الكلب ديت قريل جدا فالجروي ديت محترمة جدا بنات اخر بنتين برضو في الخلفة كان وصور القب موجودة بس مش بينها قوي يشتحسن ان انت تشوفها مع الطبيع او يبعط لك صور لوش القب اه تكون بطريقة بينة اكتر من كده علشان تعرف تشوف الدنيا فيها ايه فا جروي مستوى عالي جدا ما شاء الله هي ديت صورة القب رونو برندل اه سعر البنوتة الف جنيه واكيد لو خدت الاتنين هيتزبط لك الدنيا كده نكونوا سنة لنهاية الحالة يا ربك وانا عجبتكم ما ننسوش تكتبو لي اي طلبة اتلق ليكم في الكومنتات سيبلكم رابط الفيسبوك بتاعي والانستجرام ياريت تعملوا لي فولو علشان لو وصلنا الف متابع على اليوتيوب هعمل لكم مفاجأة جبارة جدا 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 بس استنوا علي ويلا اشوفكم الفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة